من جانبه رفض التحالف الوطني لدعم الشرعية زيارة عبدالفتح السيسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية مؤكدا أنه لا يحق له الحديث باسم مصر في المحافل الدولية وقال التحالف في بيان إن دخول السيسي مقر الأمم المتحدة يخالف المواثيق الأممية ويضع المؤسسة الدولية في موقف معارض لإرادات الشعوب وضف أن زيارة السيسي للولايات المتحدة تهدف لما سماه بشراء شرعية زائفة ودع التحالف المصريين إلى تنظيم مظاهرات حول العالم لرفض زيارة السيسي تحت عنوان لا يمثل مصر وينضم إلينا في السوديو الجزيرة مباشر مصر الكاتب الصحفي الأستاذ محمد القدسي أهلا بك أستاذ محمد برأيك لماذا كل هذه الضجة المثارة حول زيارة السيسي إلى نيويورك يعني هناك لص اختطف دولة وهو يقف الآن للحديث باسم الدولة التي اختطفها هذه المسألة لا تحفظنا فقط على نفذ لص لص و لص حقيقة هذا رأيك نحن نتحفظ و أنت تقول ما تشاهد و أنت تحفظ بالتأكيد أستاذ سالي أبيات الشعر بتاعت أمل دون أن نتذكرها وهو يقول وهل هنا نموسه أي نموس الله سبحانه وتعالى شريعة الله في البرية حتى تتوج لص بما سرقته يداه فلا يجوز أبدا أن يتتوج لص بما سرقته يداه أنا بس عايز أقول أنه يأبى الله إلا أن يفضح عبد الفتاح السيسي في كل ما يفعل مثلا يقال أنه محمد مصطفى شيردي و أحد مؤيدي و أحد أبواقي كان يتحدث بالأمس و قال أنه نجح في خداع المتظاهرين و لم ينزل في فندق والدول في أستوريا كما كانوا يظنون أنه سينزل طيب يا حبيبي ده كده هذا الرجل عرف العالم كله أنه لا يستطيع أن يقابل من ينتمون إلى الشعب الذي يقول أو الذي يزعم أنه يتحدث باسمه إذا كنت تتحدث باسم هؤلاء فكيف تختبئوا منهم كيف تذهب إلى مكان لا يعرفون أين أنت فيه رأينا من قبل مشوما كانوا بيشبهوا السيسي بعبد الناصر طيب عبد الناصر الناس شالت السيارة الكادلك بتاعته على اكتافها ومشيت بيها في طريق المطار بضع مئات من الأمطار وكان يعوموا وسط بحر من الجماهير وكان لا يخشى الناس إذن كذبوا فيما قالوه لو كان الأمر لو كان هذا كذاك لكان السيسي نزل في الفندق اللي الناس عارفين أنه حينزل فيه واستقبل الناس وقعد في وسطهم والناس حملوا على الأعناق أما من يختبئ من الناس فهو فأر مضعور لا يزيد ربما فعل ذلك أستاذ محمد ودعني هنا يعني أعبر عن وجهة النظر الأخرى حتى يتلافق ما حدث مع الإعلاميين في نيويورك حيث استقبلهم المعارضون بهجوم حد أستاذ سالم أنا موافع على وجهة النظر الأخرى قبل ما تقولها هو خائف أهلا وسهلا إذن الخائف هو شخص غير محل ثقة وغير محل رضا إذا كان هؤلاء الناس يرضون عنك ويحبونك ويثقون فيك فأنت بالضرورة لا تخاف منهم أما إذا كنت خائفا منهم فهذا يعني أنك كاذب أن عبد الفتاح السيسي كاذب عندما يدعي أنه يقود هذا الشعب وعندما يدعي أنه حصل على 98% طب فين 98% يعني مش هو يزعو مكذبا أنه حصل على 90% معرف ولا كان في الانتخابات الرئاسية ولا 97% ولا حاجة شبه كده شبه نتيجة النجاح في السنوية العامة كده طيب كان مفروض أن يبقى فيه كان مفروض أن يبقى فيه 2 معترضين و98 موافقين سعود لك مرة أخرى أستاذ محمد ولكن دعنا نشرك معنا الكاتب الصحفي الأستاذ مجدي دربالة مدير تحرير جريدة أخبار اليوم من القهران أستاذ مجدي يعني حسب ما يقول ضيفنا الأستاذ محمد القدوسي لماذا غير المشير السيسي مكان إقامتي بن يورك ولماذا يخاف من مواجهة المصريين هناك أحييك يا أستاذ سالب وأحيي الأستاذ محمد قدوسي الزميل والصديق العزيز يعني بس أنا بأعترض تماما على المنطق اللي أستاذ محمد بيتحدث به يعني أشك أن أي حد من الرموز العامة دلوقتي سواء من أي طيار يقدر يمشي في الشارع برحته يعني لو محمد مرسي خرج ومشي في الشارع دلوقتي أستاذ محمد يتخيل ماذا سيحدث له أو غير الشاطر أي حد دلوقتي حضرتك بالسبب أستاذ محمد دعوا يقوموا فكراته ثم سأعودنا في خطر من تعامله مع الناس لأن دلوقتي حضرتك أنا حتى على مواقع الفيسبوك بطلت أن أكتب وجهات نظر سياسية لأنها تلاقي أن في تطرف في ردود الفعل اللي مش معايا بيبقى برضي وعدو فللأسف حتى لو في واحد فقط ضدك ممكن أن يستهدفك وأستاذ محمد يتفق معايا أن هناك إرهاب في حكاية تغيير مكان الفندو والإجراءات الأمنية والمشي في الشارع يعني ما أعتقدش أن هي ذي القضية اللي في محل جبث دلوقتي لأن بالفعل أن أي شخص في طيار سياسي مستهدف أشك أن أي رأس يستطيع أن يتحرك براخته هناك أيضا من توقف عند الاستعدادات الأمنية غير المسبوقة التي وكبت الزيارة ومنها أن عددا من طائرات القوات الجوية رفقت الطائرة الرئاسية في الجو ألا ترى أن ذلك فيه مبالغة شديدة؟ يعني حضرتك شايف أن هناك مبالغة في ظل هذه الظروف في ظل الاحتقان العالم أنا أسألك أن رأيك يا فندم أنا مجرد أن أقل لك ما يقوله البعض أنا من إشراء يعني هل حدث قبل ذلك أن رفقت طائرات من سلاح القوات الجوية المصرية الطائرة الرئاسية في الجو؟ هل حدث قبل ذلك؟ آه حصلت لسه في زيارة الرئيس السيسي لروسيا أن المجمال الجو الروسي كان هناك طائرات ترافق طائرات الرئيس ثم حضرتك الإعلام قبل ذلك ما كانش بيركز على هذه الأمور قد تكون كانت بتحدث في عهد الرئيس الأسبق حسن مبارك أو غيره وقد تكون بتحدث مع الرؤساء الأجانب لما بيجوا لمصر نحن ما كنش بنركز بهذه التفاصيل على تواجد السلاح الجوي مرافقا لطائرات الرئيس خاصة أن هناك دول تختلف أعماص وتدفع الملايين من الدولارات لمحاولة إزهاق روح النظام فتتوقع منها أي شيء طيب أستاذ مجدي الأمين العام للأمم المتحدة بن كيمون أعرب عن قلق الأمم المتحدة من إجراءات محاكمة الصحفين في مصر وكذلك الإجراءات القانونية بحق المعتقلين هل من الممكن أن يكون لهذه الانتقادات دور في مراجعة النظام المصري لهذا الملف؟ إحنا بدورنا كصحفيين بمرفض أي إجراءات تنال من حريض الصحفة ولكن أكيد تتفق نفسه السلام أن حريتك تنتهي عند حريات الآخرين وأن دول العالم بالكامل تفرض إجراءات ومنها قطر قطر فرضت بعض الإجراءات التي تخص مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها يعني كل دولة لعى الحق تماما في الدفاع عن أمنها القومي بالإجراءات التي تراها أمريكا نفسها هناك جندي في المارينز كان انتقد أوباما بشكل غير لائق على صفحاته في التواصل الاجتماعي طب نقبض عليه ولكن نحن مع حرية الصحافة وحرية الرأي وعدم وجود إجراءات تقيد من تحركاتنا كصحفيين وكعالميين السؤال المحدد أستاذ ماجدين يعني هل بعد انتقاد بنك مون للنظام المصري هل من الممكن أن يغير النظام المصري من سياساته في هذا الملف؟ بس أنا عايز أقول لحضرتك حاجة إحنا كان عندنا في أخبار اليوم الزملاء بينتقدوا كثيرا جدا من نواقف النظام ونحن جرنال حكومي يعني ما أعتقدش أن التقييد بالشكل اللي بتتحدث عنه ما حد بيش خد إجراءات ضدهم لأن في النهاية عندنا نتطابق صحفيين يعني نأمل أن يكون لها دور أقوى من ذلك بكثير ولكنها لا تصمت أمام وقع التعبد على أي صحفي في النهاية نحن نريد إجراءات كثيرة جدا تعبر عن مصارحات في مجال حريات وحقوق الإنسان نأمل في مراجعة قانون التظاهر بشكل جيد بحيث أنه هو يعني يلقى توافق وقبول عند كل القوى السياسية نريد لمصر الاستقرار ابقى معي أستاذ مجدي أستاذ محمد القدوسي الأستاذ مجدي يتحدث بشكل مباشر على أن الإجراءات الأمنية المتبعة والتي وكبت رحلة السيسي إلى أمريكا هي إجراءات طبيعية وتتم مع أي رئيس خاصة أن الرئيس المصري يواجه تهديدات من عدد من الدول المختلفة مع مصر طيب أولا الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يواجه أي تهديدات من أي دولة مختلفة مع مصر والبين على من ادعى ولا من على من أنكر قل هاتوا براناكم الدين وقعة دين أمر واحد نمر اثنين الواقع اللي أشار إليها الأستاذ بجدي مع كل التحية لي اللي هي حكاية طائرات سلاح الجو طلعت روسيا نفسها نفتها على قناة روسيا توداي طلعوا قالوا ما حصلش إن فيه طيران من سلاح الجو الروسي طلع مع عبد الفتاح السيسي ويقدر يدخل على موقع القناة دلوقتي ويشوف الخبر والمعلومة ضلت الصحفي وأنا ضربت مثال قبل كده قلت إنه جمال عبد الناصر وهو فيه المشوف ما بيقوله إن السيسي ده عبد الناصر طلع جمال عبد الناصر لما نزل في سوريا الناس شالت الصيارة الكادلك الرئاسية بتاعته شالته بالعربية بتاعته ومشيت به كم متر دلوقتي عبد الفتاح السيسي بيستخبى من الناس مش هو بيقوله إنه واخد 98% مفروض إن 98% بيقيدوه اتنان بيعرضوه خايف من اتنان فوسط 98% يا راجل عدم ثقتك في الـ 98 اللي انت خبوك إلى هذه الدرجة كلام ما يدخلش المخ حكايا اللي بعد كده إن إحنا مش عارفين زي لا إحنا عارفين المعلومة ضلت صحفي ويستطيع الأستاذ مجدي إنه هيدخل على أرشيف أخبار اليوم هذه المؤسسة العظيمة اللي موجودة من الاربعينات ويجيب لنا حتى قادة الحرب العالمية التانية لما كانوا بيتنقلوا من دولة لدولة في عز الحرب ما كانش فيه سلاح الجوي بيرفقهم ولا حاجة خالص وأكيد أنت أو أنت بتحارب دولة يعني دي أعلى درجات العدائية المفترضة وأعلى درجات العدائية الممكنة أما حكاية إن إحنا بنتحدث عن وقاعة حقيقية فيرد عليها بافتراض أصل ما فيش قائد دلوقتي لا كل الناس بتمشي في الشوارع ومدام عفوا ومدام قد ضرب المسأل بالقطر فقد رأينا الأمير تميم يسير في الشوارع بيجي جنب منه خالص بالعكس الناس بيجي جنب منه بالتحايا وبالمواد ده هقولك على حاجة تانية بس إن أنا بمر كل يوم على الديوان الأميري وأنا رايح وأنا جاي مفيش عسكري واقف جنبه خالص يعني أستاذ محمد أصبر بس عليك دعنا في الشأن المصري لأ عشان هو أتكلم بس استنى أصبر بس عليك الحاجة الأهم بقى من كده إن الأستاذ مجدي بيتكلم عن حرية الصحافة إزاي وفيه صحفي اتطفت السجارة في رقابته وشفنا ده بالفيديو أن ما كان يحدث في أقبية السجون وسرديب المعتقلات أصبح يحدث الآن للصحفيين الموالين للنظام في الشارع ومن حارس وزير بدرجة صوم بالكتير يعني يعني إنه ما كانت تنكره الداخلية وما كنا ناس تنكره نحن من قبل فتيجي الداخلية تقولك والله ما حصل بقى بيحفظ جارة النهارة أي إذلال وأي امتهان وأي إهدار لحرية الصحافة دعني أنتقل إلى أستاذ مجدي دربالة اللي أخذ منه تعليق أخير تفضل أستاذ مجدي أولا قصة 98% 98% من أصوات المنتخبين لو ألف أو عشر تلاف ضدك ويحملون ضدك كل علامات الكراهية هناك خطر منهم خاصة أن مصر أمس أمس فقط عانت من أربع أو خمس حوادث إرهابية في منطقة القصوى يعني أعتقد أن الموقف يعني لا يحتاج إلى تفسير لإجراءات أمنية زائدة أو غير ذلك ثم أنت حذك بتضرب مثل بالأمير تانين أنت تتحدث على قطر قطر لا يوجد فيها إرهاب قطر دولة صغيرة محكومة الأمور مصر الأمور تختلف كثيرا مصر بلد خلق فيها طورة حدودها مكتوحة ونهك إرهاب لا يجعل وواضح المسألة إذا كنا نتحدث أيضا عن الإجراءات الأمنية أنت مركز في الإجراءات الأمنية حضرتك تارك جوهر الموضوع والزيارة وبتتحدث عن الإجراءات الأمنية لا لفرض كده فحمد مصطفى شردي ما تكلمش غير كده أشكركم شكرا لك الكاتب الصحفي الأستاذ محمد القدوسي كما أشكر الكاتب الصحفي الأستاذ مجدي دربالة مدير تحرير جريدة أخبار اليوم كان معنا عبر الهاتف من القهرة شكرا جزيلا لكما اشتركوا في القناة